ستتعرفون في هذا الدرس على داء الأمعاء الالتهابي بالتفصيل وهو مجموعة من الاضطرابات التي تتمثل بداء كرون والتهاب القلون التقرحي إن السبب الأساسي لداء الأمعاء الالتهابي غير مفهوم كلياً إلا أن كلا نوعيه ناتجان عن استجابة التهابية غير ملائمة تؤدي إلى تضرر معوي مزمن بالإضافة إلى سلسلة من المضاعفات التي تهدد حياة المريض ومع أنهما يتشابهان بالأعراض السريرية وآلية حدوث المرض إلا أن لكل منهما مميزات وبائية ومرضية مهمة خاصة فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج إن انتشار مرض ما أو عدد المصابين به في زمن معين يختلف كثيراً من مكان إلى آخر إذ في الدول النامية أو الأقل تقدماً صناعياً مثل أمريكا الجنوبية وإفريقيا يكون انتشار المرض أقل بكثير من الدول المتقدمة صناعياً والمناطق المتحضرة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا بالتركيز على هتين القارتين تجدون أن نسبة المصابين بمرض كرون هي بين 250 و300 مريض من 100 ألف شخص بينما نسبة المصابين بالتهاب القولون التقرحي أقل وتتراوح بين 50 إلى 100 مريض من 100 ألف شخص وبالنظر إلى مدينة مثل لندن حيث يبلغ عدد السكان 8.3 مليون تقريباً فإن نسبة 300 من كل 100 ألف شخص تعني أن 25 ألف شخص مصابون بمرض كرون كما أن نسبة 100 لكل 100 ألف شخص تعني أن هناك 8300 شخص مصاب بالتهاب القولون التقرحي كما سبق وذكرت فإن السبب الأساسي لداء الأمعاء الالتهابي غير مفهوم كلياً لكن هناك عوامل تزيد من احتمال الإصابة سواء بمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي العامل الأول هو العمر إذ أن نسبة الإصابة بمرض كرون تكون أكبر ما يمكن في المرحلة العمرية ما بين 15 و 35 سنة كما أن نسبة الإصابة بالتهاب القولون التقرحي كذلك تكون أكبر ما يمكن في المرحلة العمرية بين 15 و 35 سنة لكنه يتميز بأن له توزيعاً ثنائياً منوال أي هناك قيمة عليا أخرى وهي المرحلة العمرية بين 60 و 80 سنة إذ حينها تزيد احتمالية الإصابة بالمرض من جديد العامل الثاني هو التاريخ الطبي للعائلة إذ أن كل النوعين يعتبر وراثياً فقد ثبت أنه إذا كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأخ أو الأخت أو أحد الأبوين مصاباً بأحد النوعين فإن ذلك يزيد من احتمالية إصابة الشخص به وترتفع احتمالية الإصابة بمرض كرون بنسبة 10% لمن لديه قريب من الدرجة الأولى مصاب بمرض كرون بينما ترتفع احتمالية الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة 2% فقط لمن لديه قريب من الدرجة الأولى مصاب بالمرض وهناك عوامل أخرى تزيد من احتمالية الإصابة بداء الأمعاء الالتهابي منها المرتبط بمرض كرون مثل التدخين وهو عامل مهم جداً بالإضافة إلى العيش في المناطق المدنية والصناعية ومنها المرتبط بالتهاب القولون التقرحي مثل النظام الغذائي المتضمن مدخولاً مرتفعاً بالدهون والتاريخ المرضي المجتمل على الإصابة بالسلمونيلا أو داء العطائف ربما تتذكرون أن السلمونيلا والعطيفة هما من أنواع البكتيريا التي تسبب المرض للقناة الهضمية إن التغيرات المرضية التي تحدث ضمن مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي مهمة في تمييزها عن بعضها وبداية مع موقع الالتهاب إن اسم المرض أحياناً يشير إلى طبيعته لكن مرض كرون سمي نسبة إلى مكتشف الحالة عام 1932 أما التهاب القولون التقرحي فيشير اسمه إلى وجود التهاب في القولون أي في الأمعاء الغليظة هذه هي الأمعاء الغليظة ضمن القناة الهضمية عند الإصابة بالتهاب القولون التقرحي تبدأ الجروح والتقرحات في المستقيم غالباً ثم تنتقل الأعلى عبر الأمعاء الغليظة بشكل متصل وتبلغ نسبة الأشخاص الذين بدأ لديهم الالتهاب في المستقيم ثم انتقل إلى القولون السيني ما يقارب 50% من المصابين بالمرض ككل هذا هو القولون السيني الذي يشبه حرف S باللغة الإنجليزية بل وهناك 30% من المصابين بالتهاب القولون التقرحي يصابون لاحقاً بالتهاب قولون دون التام ما يعني أن الالتهاب استمر وانتشر إلى ما بعد المستقيم والقولون السيني أي إلى القولون النازل وربما القولون المستعرض لكن ليس لكامل القولون لهذا يسمى بدون التام أما النسبة المتبقية وهي 20% هم من يصابون بالتهاب القولون التام أي أن الالتهاب انتشر في كامل القولون بما فيه القولون الصاعد والمستعرض والنازل والقولون السيني وحتى المستقيم في المقابل، يحدث الالتهاب في مرض كرون في أي مكان في القناة الهضمية، من الفم وحتى الشرج، لكنه لا ينتشر بشكل متصل كالتهاب القولون التقرحي، بل على العكس، إذ قد يكون المريض مصابا بالتهاب في الطرف اللفائفي أو الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة، ربما هنا في القولون أيضا، وفي نقطة أخرى من الأمعاء الدقيقة كذلك، وربما في المريء والفم. لكن كل هذه الإصابات متقطعة عبر القناة الهضمية، إذ يوجد منطقة ملتهبة، ثم منطقة سليمة، ثم منطقة ملتهبة، وأخرى سليمة، وهكذا. لكن أكثر مواقع القناة الهضمية التي يحدث فيها الالتهاب في مرض كرون هو الطرف اللفائفي، آخر أجزاء الأمعاء الدقيقة، ثم تأتي الأمعاء الغليظة بعده. بالنسبة إلى التغيرات المرضية المجهرية، فإن المرضين مختلفان. هذا جدار ميعوي من الداخل، حيث يعبر الطعام من خلال الأمعاء ليتم انتصاصه إلى مجرى الدم. ويتكون الجدار من ثلاث طبقات رئيسية. الأولى من جانب تجويف الأمعاء هي المخاطية أو الغشاء المخاطي، والثانية في الوسط هي الطبقة تحت المخاطية. أما الثالثة في العمق، فهي الطبقة العضلية، لأنها تحتوي أليافاً عضلية تساعد في تحريك الطعام عبر القناة الهضمية. إن الآلية والسبب الدقيقين لحدوث الالتهاب في داء الأمعاء الالتهابي غير معروفين كلياً. لكن يتضح أن هناك قابلية وراثية لدى بعض الأفراد للإصابة بالمرض، بالإضافة إلى توفر محفز، وهو الجانب غير المفهوم كلياً. إذ قد يكون هذا المحفز ناتج عن تغير في تركيب النبية الجرثومي، البكتيري، الميعوي في الأمعاء الدقيقة والغليظة، أو ربما يكون عبارة عن عدوى تصيب الجهاز الهضمي، مثل داء العطائف أو السلمونيلا كما سبق. بالتالي، عندما يجتمع العامل الوراثي مع المحفز، فإن جهاز المناعة يهاجم القناة الهضمية ويتسبب بتضررها، وخطوات الآلية حتى الآن تنطبق على شقي المرض، سواء مرض كرون أو التهاب القلون التقرحي. لكن مع مرور الوقت، يختلف الضرر الذي يحدث لجدار الأمعاء مجهرياً. هاتان الصورتان أمامكم هي لجدار أمعاء شخصين مختلفين. الصورة على يساركم لشخص مصاب بمرض كرون، وتظهر فيها خليتين. هذه خلية بالعمية، وهذه خلية متعادلة، وهما خليتان طبيعيتان من خلايا جهاز المناعة. لكن لسبب ما في مرض كرون والتهاب القلون التقرحي، تبدأ الخليتان بالهجوم على جدار الأمعاء، ومع الزمن، تسبب هذه الاستجابة الالتهابية ضرراً للجدار المعوي. وكما تلاحظون، يمتد الالتهاب أو الضرر الناتج إلى جميع طبقات الجدار المعوي الثلاث، وهذه الحالة تسمى التهاب كامل الجدار، حيث يخترق الالتهاب الجدار. بالإضافة إلى الضرر الناتج عن هذين النوعين من خلايا جهاز المناعة، يتسلل نوع آخر من خلايا جهاز المناعة، وهي الخلايا اللمفية. فينتج التهاب كامل الجدار مع تسلل الخلايا اللمفية، كما أنه مع مرور الوقت يشكل جهاز المناعة نوعاً من الآفات المجهرية، وهو الورم الحبيبي غير المتجبن، الذي يشير إلى التهاب مزمن. على الجانب الآخر، في التهاب القلون التقرحي، تتسبب الخلايا البلعمية والمتعادلة بالضرر للجدار المعوي، لكنه يختلف مجهرياً، إذ أن الالتهاب لا يمتد عبر الجدار المعوي كاملاً كما في مرض كرون. بل يمتد فقط عبر الطبقتين المخاطية وتحت المخاطية. وهذا الفارق بين التهاب كامل الجدار والتهاب الطبقتين المخاطية وتحت المخاطية هو من أهم الاختلافات المرضية بين مرض كرون والتهاب القلون التقرحي. ومع مرور الزمن، قد تسوء هذه الالتهابات بشكليها وتسبب مضاعفات مختلفة، بعضها يتشابه في كل المرضين، وبعضها خاص بنوع معين من نوع داء الأمعاء الالتهابي. أول المضاعفات المرضية هو ما يسمى بخراج خبيئي، إذ أن الالتهاب أثناء تطوره يسبب تجويفاً كما في الصورة، وإذا احتوى التجويف على البكتيريا حينها ستتأثر وتكون خراجاً. إن الخراج الخبيئي لا يحدث فقط في مرض كرون، إنما قد يحدث في التهاب القلون التقرحي كذلك. لا يسبب هذا الخراج عادة أعراضاً كثيرة، وقد تقتصر على حمى بسيطة. لكن إذا تمزق وخرج السائل المعدي إلى التجويف البطني، فحينها قد يسبب أعراضاً حادة، بل ومضاعفات تهدد حياة المريض، تسمى التهاب الصفاق. لذلك، عند وجود مثل هذا الخراج، لابد من علاجه بالمضادات الحيوية عبر الوريد، بالإضافة إلى سحب السائل منه، لمنع تمزقه وحدوث التهاب الصفاق. من المضاعفات المرضية الأخرى التي تحدث بشكل رئيسي في مرض كرون، ما يعرف بالناسور. هذه صورة لجزء من الأمعاء. افترضوا أنها أمعاء دقيقة تحتوي التهاب مرض كرون، وقد امتد الالتهاب للتجويف البطني. وأصاب الجزء المقابل من القناة الهضمية، وربما يكون من الأمعاء الغليظة. ومع الزمن ومع تطور الالتهاب أكثر فأكثر، يتشكل ما يشبه القناة بين العضوين، ويصبح تجويف أحدهما متصل بتجويف الآخر. وهذا الاتصال هو ما يسمى بالناسور. لا يحدث الناسور بين جزئين من الأمعاء فقط، بل يمكن أن يحدث مع أي عضو قريب من التهاب مرض كرون المتفاقم، مثل الجلد والمثانة والمهبل. ويسبب الناسور ألماً شديداً جداً، بالإضافة إلى عدوى شديدة، إذ في حال نشأ نسور بين الأمعاء والمثانة مثلاً، وهي معقمة طبيعياً، سيكون هناك اتصال مباشر للمثانة مع بكتيريا الأمعاء، ما يسبب عدوى المثانة. وإذا كان الشخص المصاب بمرض كرون يعاني من الناسور، فلا بد من استئصاله جراحياً. على صعيد التهاب القولون التقرحي، من المضاعفات المرضية الجديرة بالذكر ما يعرف بالسليلة الكاذبة أو البوليب الكاذب. مع مرور الزمن وتطور التهاب جدار الأمعاء، يصبح الشكل المسطح أو سمك الطبقتين المخاطية وتحت المخاطية في نمط متفاوت غير مستقيم. ما يجعل هذه السليلة أو البوليب يبدو كوراً بارز من جدار الأمعاء، وتسمى بالسليلة الكاذبة لأنها لا تنمو فعلياً من الجدار، بل أن سمك الطبقات التي حولها أصبح هزيلاً. باختصار، إن داء الأمعاء الالتهاب هو مجموعة من الاضطرابات ناتجة عن استجابة التهابية غير ملائمة، تؤدي إلى تغيرات معوية مزمنة. وتشمل هذه الاضطرابات مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، ومع أنهما ناتجان عن الآلية الأساسية ذاتها، إلا أنهما يتميزان عن بعضهما بالتغيرات المرضية، مثل موقع الإصابة والتأثيرات المجهرية للمرض. في مرض كرون تكون مواقع الالتهابات في أي مكان من الفم حتى الشرج، وتمتد بشكل غير متواصل، بينما في التهاب القولون التقرحي يبدأ الالتهاب عادة في المستقيم، ثم يمتد بشكل متواصل إلى الخلف عبر القولون، ولا يخرج من الأمعاء الغليظة غالباً. أما بالنسبة للتأثيرات أو المضاعفات المجهرية المرضية، فيتميز مرض كرون بالتهاب يعبر طبقات الجدار المعوي الثلاث، والذي يعرف بالتهاب كامل الجدار، بالإضافة إلى الورم الحبيبي غير المتجبن. بينما في التهاب القولون التقرحي، فيتمثل بالتهاب الطبقتين المخاطية وتحت المخاطية، وهذا الأمر مهم جداً لأن موقع الإصابة يحدد التشخيص السريري للمرض من خلال الإشارات والأعراض بالإضافة إلى وسائل التشخيص. أما التغيرات المرضية المجهرية، فيمكن أن تتسبب بمضاعفات محتملة، كما يمكنها تحديد علاج المرض. وهكذا ينتهي درسنا. ترجمة نانسي قنقر